اهلا بكم ونقول له استريح فالناس تعرفنا الحوثي يعلن مقتل صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الاعلى للانقلابيين غار للتحالف على الحديدة استهدفته الخميس الماضي خادم الحرمين وولي العد السعودي يشيدان بانجازات اجهزة الامن الملك سلمان اكد اهمية مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في خدمة المجتمع اسرائيل ستختال الاسد اذا سمح لايران بشن حرب من سوريا اكدت الاستعداد لاي مواجهة واستهدفت مدفعية بعد سقوط قذيفة هاون في الجولان الاسد التقى كبير مساعدي ضريف وصحيفة روسية كشفت عن قرب امداد دمشق بمنظومات السلاثمائة وايران تهدد بالانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية للمزيد من الاخبار والتفاصيل تابعونا على موقع السياسة دوت كوم